بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم إن شاء الله اليوم نكمل محضرات الـ Endocrinology وصلنا للـ Acromegaly أعتقد هذا البارد الأخير اللي خاص بالـ Disorders اللي تصير بالبيتسوتاري فرح ناخد Acromegaly والـ Diabetes Encebidos زي بالنسبة للـ Acromegaly أحنا سمعنا بهاي التسميع اللي هو Excessive Secretion of Growth Hormone The Growth Hormone هو يصبح بي سكريشن اللي يصبح بي لأنه أنا عندي تيومر وين؟ بالبيتسوتاري Anterior بالبيتسوتاري وهذا اللي أحنا نتفقنا بالبيتسوتاري تيومر الماكروادينام وهذا الماكروادينام ممكن تكون فاكشننج ممكن تكون فاكشننج قلنا احنا يهمش لما نشوف أكو تيومر انترا سيلر أفكر بالبرولاكتينوما تمام؟ حتى بتاعد على السؤال في الجراحات الراديوثرابي الاخري بس ممكن يجين تيومر يفرز لي ICTH ممكن يجين تيومر يفرز لي TSH إذنان تيومر شنو يفرز لي جراث هرمون يجب ماكروادينام شنو ماكروادينام أكثر من 10 مليم أو أكثر من 1 cm يجب أن كاريز أن أبروكسيمايت 2-4 أكسز مورتالي وين تريت إذا أفنا بدون علاج ممكن مورتالي يجب كاريز كاريز ماهو ستجد يجب مورتالي ومورتالي هل قد يظهر مورتالي 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 قلنا اي فتشي ممكن يسوي presentation امشي على الجسم من فوق ليجوه يصير سهل عندي يعني شلون؟ يعني هسا احنا من نجي نجي من فوق نبدي تمام؟ زيل اول شي راح يسرعتهم هدك زيل بعد شي يصير عدنا Skull growth of prominent or supra orbital ridge with large frontal sinus اوكي فهذي القروث اللي دي يصير ممكن يعديله الى هدك شلون اللي يسوي لابعد هدك التيومور بحد داتي بحد داتي التيومور مثل ما قلنا يسوي سيطر تشين لدها فراغماس اللي فبالتال يصير عدنا هدك زيل بعد شن راح يجي نبقى على وجهه النوز مالتي اللبس التنك راح يصير بهن enlargement اللاور جو راح يصير بهن enlargement زيل الهارت الهارت راح يصير عدنا كارديو مايوباثي والكارديو مايوباثي كارديو مايوباثي هذا كل يؤدي الى شنو ممكن هارت فيلر ممكن هايبارتينشن صحيح مو شرط مذكورات بس وها بانها راح يؤديهم مو تمام ممكن يسوي النم فاولاردزيز ممكن الاسكيميك هارددزيز الكارديو مايوباثي ممكن يساونا فاولاردزيز مو بالضبط اني اجي اذكر الاشياء المكتوبة فقط لا يعني مثلا كارديو مايوباثي مايسبان هارت فيلر يسوي هارت فيلر نعم ذاكرية مذاكرية فعاد نذكرها احنا نفس الشيء نجي بالنسبة لل الكبد رحصر عدنا شنو اللارجمن بالكبد يعني كريز الاسواتنك استكندسكن بعشنو عدنا امبيرد كلوكوستلرانس وهذا يديني الى ديابيتيز تايب 2 ليش تايب 2؟ نعن نحنا التايب 1 هو الاوتواميون يعني البنك الراسة والأماكن يتفرز الانسولين وطولنا في المحاضرات الأساسية كما تجد على المحاضرات الأساسية وتعرفون على إجابة تصعد ومعظرات الأساسية نحن تجد على كثير من الع polish في هذه الأساسية فمعظمة الحالة المنزلة فلا يدعم مجدد ما هي الأساسية ؟ وطولنا بالاضغة بعد حهادة المنزلة شوفوا الهاند ماته شون كبيرا انلجمينت اوف ده هاند ارثروباثي بعد شنو عندنا كولونيك كانسر الريسك ماته راح يزير فبالتالي راح تشوفون احنا بالانفستيجيشن او بالفولو اوب شنو لازم نسوي لازم نسوي لكولونوسكوبي ليكون هاي يصير عنده شنو كولونيك كانسر مايوباثي بعد عدنا نفس الهاند بالنسبة للفيت راح يصير عندنا فدائما احنا مننشوف تعلنا بالمحاضرات اللي راحت وهس راح تجي بالمحاضرات القادمة مادام قاني الفيتر تكون على كل الجسم من فوق اللي يجو الاكستيرنال فيترس راح نعصر عليها سهلة لاني ابدها من فوق اقول فوق ادي الهيد الهيد ممكن بس تأكيد من فوق بس تأكيد بس تأكيد بس تأكيد بس تأكيد فبالتالي ممكن أن أسيطر على طبعا هذا يفيدني كذلك بالهيستراب يعني إذا تروحون ردت بطنية وتلقون أحد أكروميغالي يفيدك تتذكر أنت تتذكر الثاني اللي تكون عنده فان لازم أدورهم فمثلا هو ما راح يقول لك والله ترى عندي كارديوما يباثلة أنت تسئلة يقول عندك مشاكل بالقلب مسؤات إيكوب صار عندك مثلا بجلك فار رمات فاجأتان اختنقيت لا تقدر أنك نام على مخدة واحدة سنات او هارد فيلر أو كارديوماسكوار ديزيز الآخرين العادة الأمور المتدرجة الأمور وعرفنا الهدك ممكن أن تجدك على هذا الـ أولوك أمور أو غالباً تجدك على التومار كذلك هذه الأمور المتدرجة مانحرات الشهر تضيف الغرافعات المعتورات المتوихة ما تilated فريق؟ اسم Ganz cold وأي مكان مكات محروف على零د نذجب الأن اضغط علي ni بتذكاف أي حالة ايضاً لم �ى سابق الضواج سوف ترى أن القنون الشرع ممكن ثم يتطور يفرز برولاكتين واضحة لنا نعلم بالبرولاكتينومة والمكتما التي تفرز برولاكتينومة 30% انها تفرز لحساس البرولاكتينم الزواج يمكن أن يكون مصورة الانتاج الى المتطاز الى الكابيرنة وأضعنا هذا المتحدة والتي اخذناه هذه المحاضرة الأولى يجب ان اذكرها ممكن ان اشخص محاضر يوجد مستدامة على كبار الحدوث ثم المستدامة على جنوبها فهذا يجب علينا ان اجتبالها بالنسبة للنموجات ماذا نفكر نحن يجب انه المستدامة مصرينة يعني ما قدراني اجي هالسيرون دم افحصه يقول اذا عالي يلا خلاص عالي لا نجب ان اتسوي كونفرميشن شن اتسوي كونفرميشن انطيع اورال كلوكوز تولرنس تيست وهذا حتشينا احنا شن اورال كلوكوز تولرنس تيست قلنا بالنورمال الانسولن يجي يدخل كلوكوز داخل الخلايا لما اكتفت الخلايا يرتفع عن السترس هرمون اللي من عندهم هو الكلوث هرمون يجي الانسولن يجي لايابه كافي يسوي له تمام تمام زين اجيت انا شخص فحصتي ولقيت الكلوث هرمون مال تعالي زين وبهاي الطريقة شن اثبت انه هالصدق عالي شن اصري كونفرميشن اجيب كلوكوز وانطي هي يعني الكلوكوز بالدم هيسعد الكلوكوز اذا يسعد هيبرقلايسيميا الكلوث هرمون المفروض شي يصير به المفروض يقل حتى ينطي مجال الانسولين يجي يدخل الكلوكوز للخلايا صحيح زين نطيت كلوكوز ورجعت بحصت لقيت الكلوث هرمون مال ينزل بعد عالي وبالدي يسوي الانسولين فهنا هاي ممكن يسوي الكونفرميشن هاشنو الاولين مش نفحص نفحص الانسولين لاك growth فاكتر زين النورمال سبجك تبلازمن growth هرمون سبرسس تو بلو في أكرو ميجالي growth هرمون لا ينزل وفي 30% من المفروض هناك بارادوكسي كاريس يعني هنج ديصر عندي مو بس من التنطي اللوكوز مانزل لا ممكن اصلا 30 بالمية يصير به هم يرتفع نحن الاوليكي growth فاكتر زين نحن نحن مدد المترجم الى بتويتري فاكتر زين وهاد حتيناها مثل ما قلنا بالأول محاضرة قلنا اللوكوز فتشي ثابت السيبتمز عندنا اشياء ثابت وش ابتهم بالاكرو ميجال نحشي الاشياء الى تخص الدزيز اللى عندي الأكرميقالي وراه احشي الاشياء الثابتة بنسبة لالبيتويتري فاكتر زين اجب الانفريستيغيشن عشت الاشياء الخاصة بالدزيز اللي عندي و راح عشت الاشياء العامة اللي هو ممكن شنو و قلنا نسان الستم بالتوترزم يعني از ما بحصل TSH بخاف عند هايبوثيروديزم ما بحصل ACTH كورتزول ديفول FSH يلا شل اخره تمام برولاكتين زي لعش ان قلنا برولاكتين كونستراتيشن are elevated in about 30% of patient due to وقلنا ممكن اكو يعني الخلايا تكون ميكس لتفرز لنا برولاكتين وهاي تنبيني هنت حلو هادي الخلايا ممكن ايضا استخدمت بيهن ميديكال ميديكال تريتمنت احنا جقلنا قلنا انو كل التيومرات الفلسلاماتها هو السيرجر اللي برولاكتين وما الفلسلاماتها منو عفية الميديكال ليش لان قلنا الدوبا من اقول سيسوي شرنكج للتيومر بس هنا اذا كان عندي ميكس ممكن ايضا انطلتها ميديكال اللي هو سماتوستاتين انالوغ وانطلتها دوبا من اقول اسم ممكن يقل الحجم مع تيومر رغم انه هو كروث هرمون اكروميقالي يس ممكن يقل تمام مزيد بعد شنو احنا عدنا ادشنال تيس ان اكروميقال ما ينقلو سيكرينك فور كولونيك نيوب لازم ووث كونسكو بل يجبنين انقلنا اكو رأسكو نسرعدهم كولونيك سيئي مناجمم؛ الوظمين الوظمين ان اقوم او اعمل افرامات تكلمات ونسبع سيئي رأسكو نسبع سيئي ا блок سرم اراريات ونسبع سياهم لنسبع لكي ارامان ثلاث عزاجات تصدر مربية ونسبع الضوء لتريتماني وبالتريماني وموجودم تعمل بالبحرات على سرم ايضا قالك لانسلوم عزاجة سيئي انا نسبع فذام لسوء راديو اثرافية إذا عنده فيجول أبنورماليتي، عنده ديبلاوبيا، عنده هباب والاكتينيميا، شون حييتعالج؟ ما يتعالج، هذا يحتاج للسيرجيري، ما حيفيه فقط الميديكا، تمام؟ هاي بشكل عام، هس نجي نقبل السيرجيري يقول ترانسفينويدل سيرجيري is usually the first line of treatment and may result in a cure of growth hormone excess يقول للميكرو ادينوما سهلة أدخل ترانسفينويدل فرمبنوز وأسحبه والماكرو ادينوما الركران تريت ماتا أقل، الركران تريت ماتا أعلى من مثل الماكرو لأن الماكرو مو بس أنه الركران تريت ماتا عالي، مو بس أنه المشاكل ويها أكثر، ممكن أنا يعني بسويها ديبالكينج مثلا، ممكن أنا أضرب البيتوتري واتفاق نحن نقول إن العمليات خطرة عادمة ممكن الشخص ما عنده هرمون ديفيشنسي بأي مكان ثاني بالبيتوتري TSH, ACTH, HFSH، بس ممكن العملية اللي آني سويتها، طب أبواته بشنو؟ بهرمون ديفيشنسي عم فيه، زين فبالتالي يقول مور أوفن، سيرجري serves to debulk the tumor and further second line therapy is required according to the post-operative imaging and the glucose-thorns test results يعني إذا كان أكبر أو حتى المايكرو دينوما سوى السيرجري هل يحتاج second line؟ هل يحتاج أن أعطي راديو ثرابي؟ هل يحتاج أن أعطي راديو ثرابي؟ هل يحتاج أن أعطي ميديكال تريتمان؟ لأنه تفاق نحن راديو ثرابي شنو مشاكل؟ ياخذ أشري لسنوات راديو ثرابي أكورسك of cognitive impairment راديو ثرابي أكورسك of a primary brain tumor متاما فائل أشياء بالنسبة للميديكالرين ويقروميجلي بإشياء بعد ترسيخي بإرضاء ميديكال ترسيخي ميديكال تعليمى ترسيخي ميديكال ترسيخي ميديكال ريفيال أجل ميديكال ترسيخي ترسيخي ما جميعا تنظرن السبتم المدى تضحل السبتم مجبور إنو استخدم شنو ساكند لايم المدى الثرابي قد يستثمر بعد عدة عامة قد تنظر راديو ثرابي قد يفعل شكت تقطع لتريتمت لازم عاني منطية تريتمت ومحافظ على السن والسبتم منطية راديو ثرابي وهنا الراديو الثرابي حسنت الثانو والسبتم والوضع كان ستابل وكله اوكي الانسولين لكي تقول الثرمون نورماليز الثانو والسبتم الاورال كلو كوزرانز تست كله اوكي هنا انا اقدر 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 سوى دسكنتنو المالي الميديكال تريتمت سوماتوستاتين انالوج مثل اوكتروتايت can be administered as slow release injection every few weeks سوماتوستاتين انالوج can also be used as primary therapy for acromegaly either as an alternative or in advance of surgery given evidence that they can't reduce modest tumor shrinkage in some patient ها اتفعنا عده قلنا ممكن انا اترى الكم اكس ممكن انا استخدم شوفوا بعد الكلمة اللي يقول دوبامين ايجونيست are less effective at lowering the growth hormone but might sometime be helpful especially with associated pro-lactin excess فاتفاقنا قلنا اذا كان اكون ميكس hyper pro-lactinoma والغروث هرمون عالي ممكن اناقش سوماتوستاتين والدوبامين وممكن يساعدهم ان يساعدهم ان يساوي shrinkage التيومور ممكن تمام بس هلا مو كل patient لا اصم patient ممكن بس احنا اتفعنا انه يهو اللي الدوبامين agonist tifida medical treatment هو الكرسلان مالتي راح يقلل الحجم مالتي هو البرولاكتينوم تمام زين او ممكن احد ما نقدر نسوي العملية comorbidities عنده عنده مشاكل رجال شبيرة بالعمر او female شبيرة بالعمر ما نقدر نسوي العملية عنده مشاكل عنده chronic disease هذا ما اقدر استخدم لي surgery او ممكن ما اقدر استخدم لي radiotherapy امراض اخرى فبالتالي انا مجبور انه استخدم medical يعني اضعف اليمان واستخدم لي الشيء اطرع السيبتوم امنع growth of the tumor تمام زين بعد شنو عدنا يقول احنا البيك في سومات هذا شنو هذا growth hormone receptor antagonist از peptide growth hormone receptor antagonist administered by daily self injection and may be indicated شوقت لما الصوماتوستاتين analogue ثرابي شنو صار failed to suppress sufficiently يعني من اجعاني انطيع صوماتوستاتين لا growth hormone من افحصر لا oracleococerans لا انسان لا growth factor لا تتحسن عندي فبالتالي لازم احاول growth hormone receptor antagonist البيك في سومات زين راديو ثرابي external radiotherapy is increasingly employed as a third line treatment if acromegaly persist after surgery to stop tumor growth and lower growth hormone however growth hormone will fall slowly and there is a rise of high bulb توترزم يعني احنا ال growth hormone مالتي راح يقل بس بنسبة بطيئة كنا نحتاج احنا اشهر الى سنوات ويسايد افكت من راديو ثرابي و بهاي الفترة اللي احتاج به اشهر الى سنوات حتى growth hormone level يقل وصوه الى normalization اكو رسك متفقنا قلنا اكو رسك بال راديو ثرابي ان نساوي نشنو hypo-biturism 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 فهذه هم لازم اخليها بالحسبة تمام زي ان كم اللي اشهر الى diabetes insipidus this is uncommon disorder is characterized by شنو كاركتريستيك مالتي ان يجد patient execration dilute urine عنده و بعد عنده ثارستي يكون عطشان بويد بسي تمام هاي اوه شعور شعور الثاني راح القسمه الى المشكلة الاول اللي هو cranial diabetes insipidus والثال اللي هو نيفروجينيك شنو الفرق مع هاته احنا جعلنا شنو المشكلة بي المشكلة اهنا هو بالpostero-biturary اذا cranial بالpostero-biturary قلنا تفرز اكسيتوسين و تفرز و تفرز شنو اهنا المشكلة شنو اذا كان cranial يعني المشكلة بالpostero-biturary البostero-biturary او المشكلة وين بالحيبوثاموس لماذا بالحيبوثاموس؟ لانه احنا قلنا مكان التصنيع او دفاع suppressing and oxytocin عند حيبوثاموس وينخزن وينخزن بالpostero-biturary بعدين ينطرح للcirculation فهنا المشكلة بالحيبوثاموس ماذا يصنع اول مشكلة وين بالpostero-biturary ماذا يتخزن به او ماذا يتخزن به او ماذا يتخزن به هاي شي يسمونه cranial يعني anti-diaryotic hormone ما يقض اذا ما يقضى anti-diaryotic يعني ديصر عنده diaryosis polyureal ماذا يتخزن النفروجينيك لعد شنو؟ النفروجينيك انه هذا الanti-diaryotic hormone لما يتجي بالcirculation يشتغل من الكيبني التوبول distal collecting على ال B2 ريسبتر اسمه B2 هذا الريسبتر ال B2 لما يتجي الـ effect of anti-diaryotic hormone راح يحفز الماتوريشن والانسيرشن والفرميشن وهذا يسمى الاكوابورين وهذا الاكوابورين يفتح والصير ونحن اتفاقنا من البداية من الابزوربشن فقط بالووتر يعني ما كوياها صوديوم لا ووتر فقط فاذا واحد مثلا يصير عنده من الانجايتس يصير عندنا serum of anti-diaryotic hormone انه القوم يفرز البتيوترات القوم تفرز الاول هايبوترامو يفرز هذا الشيء يحصل يصير القوم يخزن ووتر فهي اسمينا باقي كي يصير لهم diluted او dilutional هايبوناتريني ازيان كون ووتر هواي تمام هس هاي فهمناه ولكن اها لدينا اخبرź يدعنا المشكلة المشكلة يومر او المشكلة 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 كانت قلنا قلنا ان الانتداريواتيك هرمون راح يجيشتول على ال V2 ريسيبتر وهذا سيحفز الموتوريشن والإنسيرشن والاكوابورين والصيري عبزوربشن فيا اما ال V2 ريسيبتر بموتاشن لما يجي الانتداريواتيك هرمون ما يصير الأفكت يا اما لا هذا شغال بس ما يقدر يشغل الاكوابورين همه بموتاشن تمام اوكي الميتاب والكبنورمالي يعدنا الهايبوكاليمي والهايبركالسيمي هذو الاثنين هم شي يسوون يأثرون على ال Formation يعني يسوون Autophasic Degradation Autophasic Degradation المن للأكوابورين اللي قلنا نحتاجه حتى يصير لدينا فراح تشوفون بالانتداريواتيك اذا شخصهم عنده نيفروجينيك راح عاني يدور على الالكترو ولاعتليش رامون الهايبوكاليمي والهايبركالسيمي الليثيوم كذلك يأثر على الانسيرشن كذلك تمام 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 نحن هنا يقول تمام 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 لم أقدر أن أتمد بها. فممكن أن أسوي repetitive test نفس الشيء أبحث عن الرجل وأبحث عن بلازمة تعلم من إذا وجدتها هناك اختلافات لأن البلازمة يظن الاستير وبرد لا. فممكن ما أقولكم مثل المثال الأفضل أن نقوم بها في التست كيف يسمونه water deprivation ماذا هذا التست ؟ أولاً، هذا التست يفيد أن يكفر هذا الشخص هذا الشخص عنده DI وإن شاء الله الثانية يفرغ لي هل هذا Cranial Coat أو Nephrogenic Coat شلون؟ نجي البروتوكول لا، كافي، تي، سموك يعني المدارات يعوفون يأخذ Free Fluid Until الحد السبع أو نصر الصبر Off-Morning of Tablets Discourage patients from stocking up يعني هنا شو نضايق يعني خلي يكون إنسان طبيعي يشرب ماء اللي يريده الحد السبع أو نصر الصباح ورا هل يحاول يعني شوان خلينا نقول يحبس السوائل ما خليها تطلع؟لا. روح تريد براحتك لا تحبس نفسك عيش طبيعي بس ورا السبع أو نصر، لا تشرب ماء حتى الوعات الشوان لا تشرب ماء طبعا نحن نخليهم كهذا حتى نعرف كيف نسبة العطش تبدأ لك نحن نقوم بفروم سبعة ونصف وراءها ثمانية ونصف اوار فورا ميجرمنت ما نحسب الوضع بادي ويت بلازمة ويرين اسمولوليتي سيقول لك مهمة نقوم بادي ويت يورين بوليوم يورين أندي بلازمة واسمولوليتي عن ثيارست سكور نفع مما الشرق من 2وا Edgar متأكد هم تبطع الم estrogen لا ، لم بضا Sunete عن ثيارست سكور ليس بس diesem مرة أنboro وفي دerschام توقف التاست إذا وقفت اوزمة بادي ويت انفقد أكثر من ثلاثة بلى لم يجرد التاست لأن تكون خطر على الوزن لا والله الوزن مات تمنقص هلقت نجي نشوف سوف نكسر قراءات البلازما الوزن ماته سيكون أكثر من 300 واليورون سيكون أقل من 600 تمام يعني هذا الصواري confirm لأن هذا الصواري تتست لأن هذا الشخص لا يجب أن يشرب ماء فالمفروض الجسم أن يرى أن هذا الشخص الذي يصبح عنده يورينيشن يفرز الانتديوريك هرمون لماذا يفرزه؟ حتى لا يجب أن يصبح عنده يورينيشن يحافظ عليه مثل هذا بالدبريباتيب تيست وتتبقى القراءات نفسها فهذا confirm بالدايجنوسيز مات مثل ماذا أفرق؟ هذا الشخص إكرانيال كوز لونيفروجينيك كوز سأعني أنطيه بازوبرسل يعني أنطيه أورالي أو انترانيزيلي أنطيتها عندما سأعطيها طبعا هاي قلنا ال confirm عندما سأعطيها ما سأعطيها بالكريانيال ديابيتس انسيبيداس تتبقى أن يورينيشن تتبقى على أكثر 50% ورما أنطيه شبت اليورين كونسيزيلي زادت 50% أي هذا كريانيال كونسي لماذا؟ لأن هذا الشخص ما عنده الهايبوثامس البتيوترين مدى تطلع الانتدارات الكرمون فأنا من أنطيه عوضتي فشترات الشرط الطبيعي أما إذا كان نيفروجينيك ديابيتس انسيبيداس هنا ما سيتغير اليورين كونسيزيليشن لماذا؟ لأن هذا الشخص ليس مشكلته أنه ما عنده ما عنده انتي داروتك هرمون لا عنده هو بس المشكلة قلنا وين؟ قلنا ممكن هذا عنده دي توري سبتر ميوتيشن عنده مشكلة بالأكوابورين عنده الالكتورات عنده كدني ديزيز يعني لما يجي الانتي داروتك هرمون ويشتغل ما يحصل الأفكت اللي يريده فبالتالي إذا نطيته من برا ما هو موجود بالجسم بس مده ينطيه الأفكت اللي أريده فهذا شنو إذا مصر عندي كونستريشن لليورين فهذا نفروجينك إذن بكل بساطة أنا سويت به هاد دي بروبيتف تيست سويت كونفرميشن أو أشياء راح أخذ أزمالتي يورن و بلازما أقل أعفوهم أكثر من 300 البلازما وأقل من 600 اليورن أجي أسو دي بروبيتف تيست عمود كونفرميشن بقى نفس القراءات هذا مصر عندي بعد ما سأنتهي بازوبرسين إذا رجعت الأمور طبيعية إذن هذه المشكلة ما هو central ويجب أن ندول ممكن أن تكون أكوستيطر ممكن أن أحتاج CTMRI ممكن ممكن بطبيعية من جنتيك لا والله أنطيت هدفوزوبرسين ومدى يستفاد مدى يصير يبقى نفس القراءات ما استفادتنا من عنده فبالتالي هاي المشكلة وين؟ المشكلة نيفروجينيك والنيفروجينيك هم لازم ندول هاي المشكلة ميوتايشن بالV-2 بالاكوابورين طبعا ندول العشياء ما هي ناخد رجز مثلا ليثيوم أكو بويزننج ممكن أن أعالج هاني أو أقل الإفكت مولاتي الكتورات أبنر مولاتي ممكن أن أعالج هاني واضح؟ جيد البرائماري بوري ديبسية هنا سجدت باقي أنه لا بلازما أوزموالتي عادة ستارت على تيست يعني هذا أصلا بلازما أوزموالتي له واليورين كذلك له لأنه أصلا لا يشرب ميهوي ما عنده مشكلة بالفازوبرسين جيد نرجع ممكن شنو نستخدم 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 لما هذا الشخص نطيع عن نستخدم خمسة بالمئة سيصبح البلازما هايبرتونيك فمنطقياً المفروض الجسم لما يقول دقيقة هاي بلازما كونسيطريتاً فلازم شنواني أحبس ووتر حتى شنوه أجل على هاي الهايبرتونيك اللي صارت الانطاتية يعني أسيطر عليه أنا نطيت الانفوجين لماذا الجسم تتعاملوا إياها لماذا ما أصار كومسيطري ميكانيزم فهذا همين ممكن تفيدني بالدايغنوسيس قدنا هنا الثيرست كانت أيضاً دائماً نفحص على انالوغ سكيل أشوف العطش مالته انتيرابتوتر فكشنان سوبرا سيلر انتومي شد بأسس انسيبداس مثل ما قلنا خافي يطلع الكوزوة ستركترال برايماري بوري دبسية ستركترال همين خافي برايماري خرونيك ديوريسيس ويوش أوتك المشاريع، بلازم المستوى بها بلازمة المستوى لا، يجب أنه لا يقوم بمشاركة بشكل صديق لأنه يعني هذا الشخص قديم بشكل صديق عمي بشكل صديق وأنه يرى انها أتلوتك، وبالتالي البلازمة يكون بها بلازمة المستوى الفاظبراسين لن يجب أن يشرب ماء لأن هذا الشخص يشرب ماء يعني هذا الشخص في جسمه يوجد ماء فبالتالي اللي بلازمة طلعت له لما تنطين انتدار الكرمون من بره فراح يحبس ووتر أكثر وهو قريبا يأخذ ووتر فش راح يطبه هنا؟ بووتر انتوكسيكيشن فهذا الشيء خطور جدا النفروجينيك نشوف هل هو الكترولايت كاليسيوم 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 نجي على المجملة سهل ان هذا الشخص ما عنده مجملة مجملة كاليسيوم لا تكون طويلة كاليسيوم نستخدم إنترانيسيوم أو أورالي أو ممكن نستخدم إنترامسكولار تمام؟ سهل هذا الكرانيال نحن ندور إذا أردنا نحاول نعاجز نحاول نعاجز نحن نعاجز بس قلنا بالمقابل ايديوباثيك ايديوباثيك كوز وهذا ما نستطيع نتعامل نستخدم يعني شنو هنان؟ عند أزماليتي يعني هنا ما أجي عني أنطي أنطي والله هذا عنده نقص بالفازوبرسل لا أنطي 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 لا هذا مو منطق ليش لأن هاي مشكلة ممكن يصير عنده ووتر انتوكسكيشن ما تمام؟ يصير عندها هاي بوناتريمي لا وأنما أنا لازم أعرف إش قد أنطي على أساس السيرم سوديوم وعلى أساس الأزماليتي اللي عنده تمام؟ زين وذلك الانطيئة تريتمين أسهب الأكسس تريتمين نطيتها هواية وصير ووتر انتوكسكيشن وصير هاي بوناتريمي مو تمام؟ هاي ووتر انتوكسكيشن وهاي بوناتريمي لا والله ما نطيتها على أزيان هيتمي كيفي على المزاج؟ لا نحن رح يصير يرجع عنده بوليوديبسية وبوليولي مو؟ يعني ما تسونا شي الديال دوز الدوز اللي نقطة هي بروفنت النكتوريا لا نستطيع أن يصير عندهم نكتوريا هواية بغض النظر مرتاح بالنومة نومة عميقة لا نستطيع أن نكتوريا لأن الهرمون لا يوجد بعكس منه بوليوديبسية اللي هو هذا الشخص كل ما يشرب ماء أكثر كل ما يصير عنده يوريونيشن أكثر أما هذا هو نوعي وما يشرب ماء اثنين يصير عنده يوريونيشن مصحيح؟ زياد فالنكتوريا ممكن تفيده بالايدال دوز ولكن البوليوريا تأخذ لها وقت لحد ما تبدو تستجاب البوليوريا النفروجينيك دايابيتس انسيبيدس مروف باي الثيازايد ممكن الثيازايد أميلورايد والنانسترويدول والنانسترويدول النانسترويدول طبعا بيها side effect ثم يقلل البروستاغلاندين البروستاغلاندين يتعرفون يسوي vasodilation فبالتالي رح يختفي effect vasodilation يقلل البروستاغلاندين ويقلل البروستاغلاندين هل استخدمنا بكثرة مزيد الثيازايد ماذا يشتغل الثيازايد واحد يجي يسأل لحظة احنا عندنا بوليوريا وعندي انا مشكلة اجيب نفس الوقت استخدم دايوريتك شلون؟ يعني بالمنطقية مترها مشكلة استخدمنا دايوريتك هنا بهاي النقطة يقولون انه الثيازايد عندي anti-diiuretic برادوكسيك برادوكسيكال افكت يعني هو دايوريتك هيتطول دايوريتك شوية بس بعدين يصر anti-diiuretic هي انوكلير بالضبط بس واحدة من الأشياء اللي الميكانيزم اللي ممكن تصير يعني يقول هو مرح يأثر على صوديوم كلوريت فراح يقل re-absorption of صوديوم فبالمقابل رح يقل re-absorption of water تمام؟ macro-absorption of صوديوم ما هو دايوريتك رح يطلع تمام؟ تمام بالمقابل هذا من يطلع الاكسترا cellular fluid هتبدي تقل من تبدي تقل الشخص نفسه يقوم يتحسس سوى عنده ثرست فبالتال ماذا يفعل يقوم يشرب مي هيا وحدة هيتفيد لنا الشخص من يشرب مي لبلازمة أوزمولاليتي ما رح يصير بها مو قلنا concentrated هنا رح تتحسن ستتحدل هاي واحد ثنيا شافوا انه كذلك نتيجة الاكسترا cellular fluid اللي نقصت ممكن يصير paradoxical effect ويقوم يسوى reabsorption للووتر سوري فالreabsorption يقوم يصير بعكس مو قلنا احنا حيبنا على صوديوم reabsorption بس اكو ميكانزم انه ورا فترة لا نقلوا بالاية نقوم لا بالعكس يصير لدينا reabsorption of water فهالنظريتين موجودات طبعا واحد يعني ممكن يقول شاكلة هيا ديروتك وكذا ايه احنا عدنا هوايه ان شاء الله مثلا الهيبارين الهيبارين هو anti-coagulant drugs صحيح نستخدمها احنا بس ممكن الهيبارين الهيبارين ممكن يسوي لي thrombosis اشلون هو anti-coagulant وممكن يسوي thrombosis ايه ممكن اللي هو او تو ثلاثي ميون ريكشن الى اخر تمام فاكو هيتش يعني مو بس انو هايه ديروتك انو خلاص اشتغل ديروتك لا اخواية اكو عندنا مدكيشن احنا اكو اشياء تصير اكو side effect ومكن يستفاد من عندهم بس طبعا بجرعات معينة باستخدامات معينة بس اشتون صارت هادي ولياش يعني لا تزال انك ليرو اكو فقط ثوريز عليه تمام ناو وصلنا النهاية المحاضرة اعتقد هادي نهاية البتيوتاري ان شاء الله بالمقاطع القادمة نشوف نحول يا ادرنال او ثايرويد قلاند ان شاء الله استفاديتم من عندها اذا عندكم اي سؤال يكتبون لنا وبالتوفيق ان شاء الله شكرا جزيلا ومع السلامة